تسعة استجوابات الحصيلة الريقابية لمجلس الأمة في ذن عقاده الثالث المنتهي معدل تصاعدي مقارنة بالأدوار الماضية لكن كافة التشريع رجحت في هذا الدور كان هناك مد جزر بين قضية الاستجوابات والأمور هذه كلها كانت محل استقطاب عام وهذا حق طبيعي موجود لكل نائب ولكن بالنتجة النهائية يأتي على أثرها أن تأخير في إنجاز كثير من القوانين المهمة والله الحمد حين فترة الأخيرة فيه هناك في تركيز على المشاريع والقوانين التي هي من شاء الله تصب في صاحب المجتمع أنا أعتقد أن الرتم اللي ماشي في الوقت الحالي شوية سريع ولكن إن شاء الله يأتي بإنجاز المفيد ووفقا للقراءة النيابية استطعت الحكومة احتواء نتيجة الاستجوابات والخروج من عنق الزجاجة بعدته خطوات إصلاحية الأخوة الوزراء بدأوا يأخذون ببعض الملاحظات من النواب لا يعني نجاح الوزير أن الاستجواب غير مستحق بعض الاستجوابات مستحقة وفي محلها ولكن لم نتمكن من تحضير الأغلبية في الاستجواب المجلس مارس دوره الرقابي على أكثر من وجه من خلال الاستجوابات ولجان التحقيق فضلا عن الأسئلة البرلمانية والملحظ أنها لم تعطي لأعمال المجلس أو تشوشه على العلاقة بين السلطتين لتؤكد على التناغم بين ممارسة دور الرقابي والتشريعي اشتركوا في القناة